يرفض الفلسطينيون اي صفقة امريكية للسلام لا تنص على حقوقهم باقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو حزيران لعام 67 وان تكون القدس عاصمة لها مارست الادارة الامريكية سياسة العصى والجزرة بتهديد الفلسطينيين بقطع المساعدات المالية ومن جهة اخرى اغراءهم باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار واجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة اجمال ناتجهم المحلي اذا قبلوا صفقة السلام ترامب استنفذ كل اشكال العقاب المالي والجماعي المفروض على شعبنا الفلسطيني تهديدات ترامب لا تخيفنا ولم تخيفنا في الماضي ولن تخيفنا في المستقبل لن يفرض احد علينا شيء لا نستطيع قبوله ويتعارض مع حقوقنا الوطنية السابتة وحتى الان تتكتم ادارة ترامب على خطتها ولم تفصح عن اي تفاصيل سوى ما تحدث به بعض القائمين عليها وبشكل فضفاض عن نوع من الحكم الذاتي على مناطق غير متصلة في الضفة الغربية وبدون القدس الشرقية مع الابقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى كجزء من اسرائيل واسقاط حق العودة وتحديد عدد اللاجئين بالاضافة الى حق اسرائيل في السيطرة الامنية الكاملة على كل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة على طول الحدود الاردنية الاسرائيلية الجانب الاخطر هو اذا ما اقدمت الادارة الامريكية على اعادة تصنيف منظمة التحرير والسلطة باعتبارها كيانات داعمة للارهاب ومحاولة سحب الاعتراف من منظمة التحرير وليس الاكتفاء باغلاق مكتب المنظمة في واشنطن هذا الامر يعني حربا امريكية واسعة النطاق ضد المنظمة التحرير بما كانتها التمثيلية على مستوى الامم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ومع تاجيل الالان عن خطة السلام الامريكية عدة مرات فان بعض المراقبين يتوقعون الكشف عن الصفقة مطلع شهر نومبر المقبل رغم ان ادارة ترامب ستكون منهمكة في حملة اعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية في انتخابات عام 2020 اي ان كان الفائز في الانتخابات الاسرائيلية في السابع عشر من ايلول فان الخطة الامريكية للسلام تسير نحو مرادها وسط تهديدات للفلسطينيين بمزيد من العقوبات فالمستقبل مبهم بنسبة للفلسطينيين الذين لا يملكون الا الثباتة على موقف الرافض لتصفية قضيتهم ضياح الشياء الغد رام الله